تعد موضوع تخفيف من حيدة الفقر موضوعا همان في الدورتين السنويتين للمجلس الوطني لنواب شعب السيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي لشعب السيني هذا العام وقد ركز الرئيس السيني شي جينبين على ذلك في اكثر من 25 خطابا وتقيلا رئيسيا كما زار الرئيس الشي اكثر من 30 منطقة ثقيرة في السين خلال السنوات الخامس الماضية في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي اكد الرئيس شي على اهمية التخفيف من حدة الفقر في مؤتمر العمل الريف المركزي قائلا انه ينبغي وضع التخفيف من حدة الفقر على رأس جدول الاعمال كما قال انه ينبغي الاهتمام بمساعدة الفقراء على زيادة الثقة في قدراتهم على التخلص من الفقر مؤكدا على تعميق فرص الحصول على التعليم وهذا يتماشى مع كلماته التي وردت في تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوع الصيني علينا مواصلة تنفيذ اجراءات تستهدف التخفيف من حدة الفقر وعلينا نضمن بحلول عام 2020 خروج جميع سكان الارياف الذين يعيشون حاليا تحت خط الفقر من الفقر اضافة الى القضاء على الفقر في جميع المحافظات والمناطق الفقيرة وينبغي ان تصل ثمار التخفيف من حدة الفقر الى اولئك الذين يحتاجون اليها حقا وان تحقق نتائج حقيقية تأتي وجهات نظر الرئيس شي بشأن التخفيف من حدة الفقر من زياراته الميدانية المستمرة الى المناطق الرازحة تحت الفقر في الصين في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2012 وبعد اربعين يوما فقط من تولي شي منصب الامين العام للجنة الحزب المركزية توجه الى محافظة فوبينغ بمقاطعة خبي حيث دعى الى ضرورة تنفيذ اعمال التخفيف من حدة الفقر على اساس الواقع وفي الثالث من نوفمبر عام 2013 تحدث الرئيس شي عن التطور الواقعي والرفاه الاساسي وتعليم الاطفال في اجتماعه مع السكان المحليين في قرية صغيرة بمقاطعة هونان وفي يناير عام 2014 اجتمع الرئيس شي مع بعض الموظفين في مدينة ارشام بمنطقة منغوليا الداخلية وقال ان التخفيف من حدة الفقر هو مسؤولية المجتمع باكمله وفي عام 2015 اكد الرئيس شي مجددا على الثقة في التخفيف من حدة الفقر في مؤتمر العمل الريف المركزي وفتح مرحلة جديدة من التخفيف من حدة الفقر ومنذ ذلك الحين ها هو يجوب البلاد من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها لمعرفة واقع المناطق الفقيرة في جميع انحاء البلاد فيما تشكلت وجهات نظره تدريجيا ازاء هذه القضية الصعبة والعظيمة في آن واحد